يا جماعة الخير اليوم كنت أسمع خاطرة لأحد المشايخ اسمحها ذكر معلومة أنا أعرفها من قبل لكن والله إزمعها المرة أثرت فيني تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين دعاء مشهور اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهديني وارزقني نزيل أول عبارة هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله مغفر لي وارحمني ووايد من دعية النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هالشيء نذول الله مغفر لي وارحمني شنو معنات أن الله عز وجل يغفر لك ويرحمك دعاء بسيط يعني وسهل ودائما نقوله بس شنو معناتها شنو معناتها والله إلا حين بقول لكم شيء شيء خيالي يعني يعني سبحان الله صد صد دعاء عظيم عظيم فشنو معنات الله مغفر لي شو يا جماعة الخير المغفرة مأخوذة من المغفر المغفر هو نسيج من الحديد يوضع على الرأس يحمي الجندي من أي ضربة تحوشه نحن بحط لكم صورة راح تشوفونها فشنك أنت قاعد وحق الله يا ربي إذا جاي كرم يارب يحمني من أخطائي من ذنوبي اللي أنا سويتها وتعرفون النسيج هذا يغطي الإنسان إنت لما تحط المغفر فشنك قاعد وحق الله يا ربي لا تفضحني سترني كلها بهالعبارة هذه الله مغفر لي انسين وارحمني يعني يا ربي إذا الجاي الكرم خل هذه السيئات اللي أنا سويتها والذنو تنقلب إلى حسنات أظم أظم بهذه العبارتين اللهم اغفر لي وارحمني شيء شيء عجيب سبحان الله فأسأل الله جل جلاله أن يغفر لنا ويرحمنا شكرا شكرا شكرا